قال قائل يمتدح في حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي يا آل طاها لنا في حيكم قمر له الحصاناتق والبدر منقسم طاها البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم ولد النبي على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعلم آمنت لرسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاهما كان في الإسلام أربعة حج ومنا ثم بيت الله والحرم صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم صلى عليك الله يا علم الهدى إذ قال في حقك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أبنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات المولى تبارك وتعالى سناء ورضوان على الحبيب المصطفى صلى الله وصلاة الملائكة دعاء واستغفار للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلاة البشر تشريف وتعظيم لشأن رسول الله عند المولى تبارك وتعالى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه اللهم فرج بجاه عندك ما نحن فيه ربي لا نسألك رمض القضاء بل نسألك اللصة فيه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاجم بن عبد مناف ابن قصاي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لقاي ابن غالب ابن فه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزارة ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تاريخة ابن شاليخة ابن عبرة ابن فالغ ابن نحورة ابن ععرب ابن قعطان ابن سميد ابن عادية ابن مضاج ابن عمر ابن أرفقشيد ابن أرفقشيد ابن سام ابن نوح ابن إدريس ابن شيس ابن أدم سلواته ربي وسلامه عليه أم معبد الخزياء هي تقول في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت راجب لن ظاهر الوضاء مضيء الوجه حسن القلق لم تعبه صفة تقلل من قيمته وسيم قسيم في عينه جمال وفي صوته أدب وأخلاك واحترام عينه مكحلة مثل الحور العين لا قصير ولا طويل بين ذاك وذاك وفي عينه المهابة والرفعة وفي لهيتي كسافة ووقار إذا صمط فعليه الوقار وإذا تكلم سماو علىه البهاء أجهر الناس وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب لا تقتحمه العيون غص بين غصنين فهو أنظر السلاسة منظرة وأحسنهم قدرة له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره جماله يفوق الوصف فعرف أبو معبد أن الموصول